مرحبا فيكم في الجلسة 93 لمجلس وزراء ستكون القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس أبو مازن لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط محور نقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد غدا وتخصص للمستجدات العالمية ومن بينها القضية الفلسطينية وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام في ضوء وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة من جانب آخر يرحب مجلس وزراء بموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع مع إسرائيل الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والذي أكد فيه أن إقامة علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية نحيي الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على هذا الموقف الذي نرجو أن يكون الأساس الذي يحدد فيه بقية الأشقاء العرب علاقتهم بإسرائيل شهدت الأيام والأسابيع الماضية ارتفاعاً كبيراً في عمليات التوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين وهدم بيوتهم بيوتهم واقتلاع أشجار الزيتون في العديد من القرى وأراضي الفلسطينية وهنا أحيي أهلنا في هذه القرى والمواقع وهم يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم كما شهدت الأيام الماضية اعتداء المستوطنون على حركة تنقل المواطنين على الطرقات كادت أن تؤدي بحياة بعض الأطفال والنساء ومن بينهم الطفل جاد صوافطة الذي كانت عائلته تستعد للاحتفال بإضاءة شمعته الثالثة حيث تعرض لإصابة في وجهه بينما عاشت العائلة لحظات رعب داخل السيارة التي تعرضت لهجوم من قبل عشرات المستعمرين الإرهابيين الذين كانوا يمارسون إرهابهم أمام أعين جنود الاحتلال ندين هذا الإرهاب المنظم ونطالب دول العالم بوضع أسماء هؤلاء الإرهابيين على قوائم الإرهاب ومنعهم من الحركة والسفر من جانب آخر نتابع في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات بغض النظر عن جنسيتها ونأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي وفي هذا الشأن ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن 2-3-3-4 ونحن نرحب بأي تراجع سوف تكون به بعض الجهات حول التعامل مع المستعمرات ورفض الاحتلال والالتزام بالقوانين الدولية من جانب آخر أيضا تحاول جمعية عتيرة كهنيم الاستعمارية الاستيطانية تحويل بيت المفتي الحجمين الحسيني في الشيخ جراح إلى كنيس يهودي وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط البيت ليصل عددها إلى أكثر من 56 وحدة استيطانية نحن ندين هذا الإجراء وندين مصادرة بيت الحج أمين الحسين أيضا اقتحمت شرطة الاحتلال قبة الصخرة المشرفة ومنعت عمال الصيانة من القيام بأعمال الترميم داخلها وداخل المسجد المرواني كما استمر إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل ندعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية التقيت قبل يومين مع نحو خمسين من سفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية وكذلك تحدثت عبر الهاتف مع منسك الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الجديد السيد تورو وينسلند وطلبت منهم التدخل لتسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس وناقشنا معهم متطلبات إنجاح هذه الانتخابات بما في ذلك إرسال المراقبين دوليين من جانب آخر إن ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتباعد الجسدي هو السلاح المتوفر بين أيدينا حتى الآن قبل وصول حصتنا من اللقاح قريبا لمواجهة الفيروس الذي يتوالد بسلالات جديدة وبتسارع كبير أجبر العديد من دول العالم التي تخففت من تدابير الوقاية للعودة إليها درءا لمخاطر الفيروس المتحور وهنا أود التأكيد على أن الالتزام الواسع بإجراءات الإغلاق الجزئي أدت لنتائج إيجابية وانخفضت نسبة الإشغال بشكل كبير في المستشفيات المخصصة لجائحة الكورونا نأمل منكم استمرار هذا الالتزام حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة وبأقل الخسائر من جانب آخر ندرس مع الإخوة في الأردن والجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور ومنع انتشاره يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بخصومات لصالح المركبات العمومية وحافلات النقل العام وإعفاء وسائل الإعلام من الرسوم الضريبية المستحقة عليها وكهرباء جينين وشبكات المياه والمجاري للعديد من القرى والمدن ومشروع قانون الاتصالات ومشروع قانون لإدارة أراضي الدولة وشكرا